السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنوان هذا الفيديو مثير للجبل هل نحن أمام انهيار عالمي جديد؟ أو هل اقتربنا من انهيار عالمي جديد؟ الجواب حسب التحليل الزمني نعم الاقتصاد الأمريكي سوف يعاني حتى عام 2028 دعونا نشوف التحليل بكل اختصار هذا هو النموذج اللي انا عامله للدورات الزمنية لو كان صحيح هذا النموذج طبعا النموذج ممكن يكون غلط الاقتصاد الأمريكي حاليا هذا مؤشر الداو جونز حاليا ممكن نلاقي صعود حتى تلاتين حمسة 2018 بعدين المسبحة بعدين عنا اتجاه جانبي ممكن يمتد حتى 2018 2019 طبعا هون عنا هبوط هون عنا صعود بعدين المسبحة حتفرط بالنسبة الاقتصاد الأمريكي حتى القاع النهائي قاع الدورة النهائي اللي حيكون بعشرين اتناعش الفين وسبعة وشرين طبعا ممكن نختلف شهر شهرين الى ثلاثة شهور لان هاي دورة زمنية كبيرة اول تصحيح حيكون باداعش عشرة الفين وات عشرين تاني تصحيح حيكون باربعة اتنين الفين وست وعشرين هاي الفترة حوالي اربعة سنين حتكون صعود تصحيحي بعدين حيكون عنا نكمل الانهيار الفين وست وعشرين لنوصل العام الفين وسبعة وشرين حتكون عنا القيعان الهبوط هذا اللي صار واتهبط واتهبطت المؤشرات ابتداء من ست وشرين واحد او سبعة وشرين واحد حتى تسعة اثنين الفين وطناش الترند هذا اللي نعمل كان عبارة عن انزار عن قرب انتهاء كل هالدورات الزمنية الصاعد اللي كانت صاعدة من سنة الفين وست وطناش للاسف الاقتصاد الامريكي على ما يبدو سوف يعاني الفترة القادمة وعنا كراش حنبدأ حاليا احنا عم نبدأ نشتغل عم نحضر للكراش طبعنا حنبدأ نحضر للكراش اللي حيصير هدا هي كلها تحضيرات اوكي هي كلها تحضيرات حنبدأ هون ترند هابط 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 الكراش اكزاكتلي حيكون بين 24 الى 26 حيكون الكراش النهائي حتى 2027 بس اساسا هنكون احنا بدورة زمنية هابطة في حالي هذا كلها هاي الفترة تعتبر كراش هاي الفترة حتكون بقيادة الزعيم زعيم الامة الامريكية دونالد ترامب الاقتصاد حيكون مزهر جدا والروساء اللي بعده على ما يبدو هنعاني من انهيارات بفترة وجوده قدامه الله لعز الامة الامريكية لانه على ما يبدو المستقبل جدا تعيس بوجوده فما في شي مبشر بالنسبة لمؤشرات العالمية هياها جماعة تحليل دورات زمنية عم يعطينا خبوط لما نشوف انهيار ممكن يكون 2026-2024 هاي منطقة هاي بالضبط هاد المستطيل ححطه حتكون اتجاه صاعد ولكن ضعيف حتكون هاي تصحيح للباكجراوند اللي حسير انه احنا عنا اساسا لحنا هنكون داخلي من قبل بالتريند هابط اتمنى هالشي ما يصير اتمنى هالشي ما يصير بس عم حطكم بصورة نتاج التحليل الزمني هل الانهيار قادم يس الانهيار قادم الاقتصاد الامريكي على ما يبدو ليس بصحة جيدة الاقتصاد الامريكي على ما يبدو ليس بصحة جيدة تحليل الزمني حيكون عنا تريند هابط اللي هو احنا بنحكي دورة زمنية هابطة بشكل عام ولكن الانهيارات حتحصل بهذا المستطيل بين 24 الى 26 اتمنى جميع التوفيق السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة